قناة أبو يوسف للبرمجيات على اليوتيوب تقدم لكم أفضل البرامج التعليمية والشروحات سنوضح بالفيديو الحالي الخطوة الثالثة وهي مهمة جدا وهي اختيار المرحلة الدراسية ولو المرحلة مش موجودة وجاهزة بالبرنامج متاح انك تدخل مرحلتك الدراسية بكل تفاصيلها وبكل السهولة وده اللي هنعرفه لما نبدأ الشرح العملي بعون الله تعالي لما حضرتك تستخدم البرنامج لأول مرة في خطوات أساسية وبسيطة لازم تنفذها داخل البرنامج علشان يناسب مدرستك والمرحلة الدراسية ولي بتعملها مرة واحدة بس وهي بخطوات بسيطة ولازم تكون بالترتيب واحد ادخال البيانات الأساسية للمدرسة اتنين ادخال تاريخ وجود كل صف دراسي بالمدرسة ونبدأ في الخطوة الثالثة وهي اختيار المرحلة الدراسية أو تعديلها يعني إضافتها لو هي مش موجود وفيه أمر مرتبط بالمرحلة وهو معرفة رقم كل صف دراسي بالمرحلة والثلاث اختيارات دي موجودة في الوجه الرئيسية للبرنامج في قيمة ملف A و B و C وموجود كمان داخل شيت بيانات الطلب من بيانات الطلبة من إدارة الصفحة في بند اختيار المرحلة الدراسية أو تعديل هنا اختيار المرحلة الدراسية وتعديل المرحلة الدراسية واعرف رقم كل فصل والترحيل واختيار المرحلة أو إضافة مرحلة وتعديلها لازم يكون جبل إدخال البيانات الأساسية للطلبة وده أمر مهم علشان يتم اختيار وتوزيع الطلبة على الفصول وكل طالب يكون في الصف الدراسي صح وده لو اتبعنا الخطوات صح حيكون أبسط ما يمكن وخاصة كمان لو حضرتك سحبت بيانات الطلبة من موقع الوزارة بالبرنامج وده طبعا ميزة موجودة بالبرنامج هنشرحها بالتفصيل بالفيديو القادم بإذن الله واختيار المرحلة الدراسية من أمر اختيار المرحلة في زر إدارة الصفحة هنا بشيت بيانات الطلبة وتم إضافة أهم الأوامر الرئيسية للبرنامج بالزر ده واللي هنشرحها اتباعا بإذن الله فمن اختيار المرحلة الدراسية أو تعديل لو مرحلتك الدراسية موجودة بالبرنامج وهنعرفهم إيه هما هنختار اختيار المرحلة الدراسية ولو المرحلة الدراسية مش موجودة في البرنامج هتختار تعديل المرحلة الدراسية وبعدين تختارها مرة تانية من اختيار المرحلة الدراسية في البداية هنختار المرحلة الدراسية من هنا واحنا امثبتين المرحلة ابتدائية بالبرنامج دي هي المرحلة الافتراضية بمعنى لو مرحلتك ابتدائية تمام كده مش مطلوب منك اي خطوة هنا او تغيير هترجع للرئيسية من هنا وتكمل شغل على كده من بيانات الطلب اما لو مرحلتك غير المرحلة الابتدائية فهتختارها من اختيار المرحلة الدراسية ومن اختر المرحلة عندنا هنا عشر مراحل دراسية او نوع دراس وام التصدير والاستراض للمرحلة ده هنعرفه ونعرف فايته باذن الله بعدين وكمان المرحلة الاولى وهي ايه دي هتختارها لو حضرتك اضفت وعدلت مرحلتك بالبرنامج لان مرحلتك مش موجودة في البرنامج او هي موجودة ومحتاج تعدل في الصفوف او الاقسام او الفروع وغيره اذا المراحل الدراسية اللي هنختارها ونشتغل عليها مباشرة بدون تعديل وهي جهزة بالبرنامج وهما بي ابتدائية سي اعدادية دي تعليم اساس هما دول فقط اما باقي المراحل من ايه لحد جيه المرحلة الثانوية عام وصناعي وزخروفي وزراعي وفندقي ونظام خمس سنوات دي كلها موجودة بالبرنامج كمثال ولكن اكيد هتحتاج تعدل في مرحلتك الدراسية دي لو كانت من ضمن المراحل من ايه لجيه هتضيف مرحلتك او تعدل وبفضل الله تعالى اساس البرنامج هنا انك تضيف مرحلة او نوع من التعليم حتى لو مش موجود بالبرنامج نهائي اذا لو مرحلتي ابتدائية زي ما عرفنا مش مطلوب مني اغير او اعدل شيء ولو مرحلتك اعدادي فهتختار من هنا اعدادي وتنتظر لحظات لحد ما اسم المرحلة هنا يتغير لاعداد وكمان هنا السبع عامدة تتغير بياناتهم واللي هنشرحهم في التعديل بالتفصيل ولو مرحلتك اعدادي مش هتغير في شيء اختار المرحلة اعدادي وروح لبيانات الطلبة وكمل شغلة وكمان لو مرحلتك مرحلة تعليم اساسي فهتختار من القيمة تعليم اساسي دي والتعليم الأساسي زي الابتدائي والعدادي جاهزة ومش هتغير شيء ولكن المرحلة دي فيها كلام كتير لأن اللي هيختاره الزميل اللي عنده أكتر من مرحلة من التلاتة رياض أطفال وابتدائي وعدادي وده اللي بنسميه تعليم أساسي وفي الحالة دي هنستخدم البرنامج للثلاث مراحل عادي أو مرحلتين سواء كان عندك الثلاث مراحل أو اتنين زي رياض أطفال وابتدائي أو ابتدائي وعدادي وخلي بالك لما تختار المرحلة تعليم أساسي هتسيب الأعمدة السبعة هنا ببياناتهم زي ما هما بدون تغيير طيب إزاي أنا عندي مرحلتين بس ده مثال وأسيب التلات مراحل زي ما هما أقول لك لما تدخل بيانات الطالبة بالبرنامج وتختار لكل طالب رقم الصف وبعدين رقم الفصل مش هتختار طبعا رقم الصف اللي مش موجود بمدرسك وبكده الطالبة ورقم الصف هتعرفه من الأمر الثالث بالقيمة زي ما هنشوف بقيمة إدارة الصفحة بشيط بيانات الطالبة أو من قيمة ملف في الوجهة الرئيسية بالبرنامج وكمان ممكن تعرف رقم كل صف من هنا من آخر عمود مثلا لو عندك مرحلتين رياض أطفال عربي مستوى أول وتاني ومرحلة ابتدائية فلو الطالب في الصف الأول مستوى أول عربي هيكون رقمه ثلاثة والمستوى الثاني عربي أربعة أما الصف الأول ابتدائي فمش هيكون رقم الصف واحد ولكن هيكون خمسة والتاني ستة والتالت سبعة والرابع تمانية والخامس تسعة والسالس عشرة وبعدين لو في إضافي هيكون أربعة عشر والصف الإضافي ده للبرمجة هنعرف فيتو بعدين ده مثال لو عندك مرحلتين رياض أطفال عربي وابتدائي ولو عندي ابتدائي وعدادي مثلا هتختار رقم الصف للصف الأول خمسة وبالترتيب حتى الصف الثالث الاعدادي لتلتاشة وهكذا والإضافي زي ما هو أربعة عشر وبأكرر حضرتك هتستخدم المرحلة تعليم أساسي زي ما هي الأربعة عشر الصف بدون تغيير وهتختار رقم الصف حسب ما هو موجود عندك بالمدرسة مرحلتين أو تلاتة ولو عندك طبعا تلات مراحل برياض أطفال عربي هتختار من تلاتة لحد أربعة عشر أما لو عندك رياض الأطفال لغات فهتختار واحد واثنين وبعدين تختار الأول لابتدائي من خمسة لحد الاعدادي الثالث 13 وطبعا هتختار إضافي 14 أظن الأمر واضح وهيوضح أكتر لما ندخل بيانات الطلبة ونختار لكل طالب رقم صف وعلشان الكلام ده يثبت عندي هنشرح توزيع الطلبة على الصفوف والفصول بشكل سريع لأننا هنشرح ده في فيديو قادم مستقل بإذن الله تعالى بالتفصيل حاليا إحنا شغالين على تعليم أساس من الرئيسية وبعدين بيانات الطلبة هنروح على بيانات الطلبة وندخل 14 اسم فقط نضرب بهم مثال ولازم أكون مدخل الاسم والرقم القومي صح والكود والكود ممكن أدخله لكل طالب أو لا عاد نوصل لأهم جزء وهو إزاي أوزع الطلبة على الفصول الأول لازم أختار لكل طالب الصف هنا في رقم الصف وكمان أختار رقم الفصل وخلي بالك رقم الفصل ده هو توزيع الطلبة على الفصول حسب ما تكتب هنا وعدد الفصول بالبرنامج أقصى عدد 32 فصل وحسب مدرسة يعني مفيش في البرنامج مكان تدخل فيه عدد فصول كل صف ولكن حسب ما تكتب هنا البرنامج هيفهم ويوزع الطلبة وتكون الأعداد بالإحصائيات صح ودي بإذن الله نشرحها بعدين المهم هنضرب مثال بالاربعتاشر طالب ونكتب رقم الصف من واحد الاربعتاشر ده مثال وحضرتك طبعا هتكتب صح الصف لكل طالب ورقم الفصل بعد كده هنكتب رقم الفصل لكل طالب احنا بنضرب مثال لطالب بكل صف فهنكتب واحد في كل صف بعد كده هنضغط double click هنا على كتابة اسم الصف والفصل هل تريد كتابة اسم الصف والفصل الدراسي انتظر قليلا لحين ظهور رسالة تم كتابة اسم الصف والفصل الدراسي بنجاح اضغط نعم وننتظر لحظات لحد لما تظهر الرسالة الحمد لله تم كتابة اسم الصف والفصل الدراسي موافق وبأمر واحد كتب لي لكل طالب صف الدراسي وده حسب رقم الصف وكمان كتب الفصل الدراسي لكل طالب حسب رقم الفصل ولاحظ هنا كل رقم صف اسمه صح حسب المرحلة اللي حضرتك اخترتها هنا التعليم الاساسي لو واحد رياض اطفال لغات اتنين مستوى ثاني لغات لو كان رقم الصف هنا ثلاثة هيكون رياض اطفال عرب مستوى اول والاربعة مستوى ثاني لغة عربية اما الصف الاول الابتدائي فيكون رقمه خمسة وبالترتيب حتى عشرة مرحلة ابتدائية اما الاعدادي فيكون احداشر والتاني اتناشر والتالت تلاتاشر اما بالنسبة لباقي البيانات للطلبة والتصدير والاستراد وازاي نستوردهم من موقع الوزارة وده هنعرفه واكتر من ده بالفيديوهات القادمة باذن الله تعالى نرجع من ادارة الصفحة واختيار المرحلة او التعديل احنا شرحنا اختار المرحلة بالبرنامج تلات مراحل اما ابتدائي او اعدادي او التلات مراحل بالتعليم الاثاتي اما الثانوي العام او الفني او غيره فالافضل انك تعمل ليهم تعديل وبعدين اضافة لان الاقسام والصفوف مختلفة حتى بتختلف في نفس المرحلة من مدرسة للتانية وخاصة الفني بانواعه ولو حابب تغير او تضيف مرحلتك من تعديل هنا تعديل المرحلة الدراسية في موجود بيانات افتراضية حضرتك هتعدل فيها او تحزفهم كلهم افضل واتضيف مرحلتك والبرنامج بيتسع لي مية خمسة واربعين قسم او صف وعادل الصفوف هنا اقصى عدد تسعتاشر الاول هنحزف بيانات المرحلة وده علشان تدخل بيانات مرحلتك في التلات اعمدة فقط هنا الاعمدة ذات اللون الاصفر وكمان في خلية باللون الاصفر تغير اسم المرحلة والخطوات هنبدأها وهي محتاجة تركيز علشان تدخل مرحلتك بنفسها الاول في عمود كيو هتكتب اسم كل صف دراسي باللغة العربية زي كده الصف الاول الثانوي فن تجاري والتاني والتالي وفي الاخر هتضيف صف وهو اضافي همزة تحت الالف والياء بنقطتين وتكتب الصفوف حسب مرحلتك زي الصف الاول الثانوي فن صناعي او زراعي او غيره او الصف الاول الثانوي العام ولما تخلص الثلاث صفوف او الخمس صفوف لو هي خمس سنوات لازم تكتب صف اضافي هنا والالف تكون تحتها همزة والياء بنقطتين وكلمة اضاف كده انتهينا من الصف الدراسي باللغة العربية باجي عمودين كيه و او وهم مرتبطين ببعض في عمود او هتكتب اسم القسم لكل صف او الفصول بالترتيب يعني مثال لو عندنا هنا في سنة اولى ست اقسام هتكتب القسم الاول لحد السادس وتكتب جدامه هنا في عمود كيه واحد ليه لانهم في الصف الاول الثانوي فنكتب هنا اقسام الصف الاول الثانوي عندنا هنا مثال ست اقسام فنكتب جدام كل قسم في العمود كيه واحد فيكون اسم الصف تلقائي البرنامج هنا كتبه في عمود ام واحد فن حسابات يعني صف الاول فن حسابات وبالمثل الصف الثاني ومش شرط تكون الأقسام هي نفس الأقسام في الصف الأول ده حسب مرحلتك ومدرسك ونكتب هنا اتنين قدام كل قس والصف الثالث ثلاثة وبعد الانتهاء من كتابة كل أقسام الصفوف هنضيف هنا قس إضافي ومش تنسى أن تكون الألف بهمزة والياء بنقطتين ونكتب هنا رقم الصف بعد آخر صف لو عندي الصفوف ثلاثة هيكون أربعة ولو الصفوف خمسة هيكون ستة وهكذا وعرفنا أن عدد الفصول بكل صف أو كل قسم مش هيكون هنا ولكن بيكون أثناء توزيع الطلبة على الفصول في بيانات الطلبة وبعد ما تنتهي من الإضافة والتعديل في الأماكن الصفرة الثلاثة أعمدة وكمان هنا اسم المرحلة فقط هتغيرها حسب اسم مرحلتك هنروح على اختيار المرحلة طبعا هتختار المرحلة اللي حضرتك أضفتها من القيمة وهي مرحلة المعدلة وتنتظر لحين التغيير تم التعديل وتم استيراد كل البيانات اللي احنا عدلناها وزي معرفنا فاينة معرفة رقم كل قسم بمرحلة التعليم الأساسي هنا مهم جدا إنك تعرف إزاي هتوزع الطلبة على الفصول بمعنى الطلبة هتتوزع على الأقسام إزاي فهنا لازم وضروري تعرف رقم كل قسم أو تخصص وبنعرفهم من الأرقام من عمود هنا جدام كل تخصص رقمه وفي بيانات الطلبة هتختار رقم التخصص في رقم الصف أما لو كان الطالب في أول أو تاني أو تالت هتكتب في الفص رقمه فضروري تكتب التخصص هنا ورقمه في ورقة خارجية وكمان ممكن تعرف كل تخصص من مكان تاني نرجع للرئيسية وبيانات الطلبة ومن القيمة هتروح على اختار المرحلة ومن اعرف رقم كل فصل والترحيل ومن استدعاء أسماء الفصول وأسماء الفصول هنا هي التخصص أو الأقسام وكل قسم أو تخصص عنده رقم فمن هنا هتعرف كل تخصص بالبرنامج رقمه كام ده ضروري للمرحلة المعدلة الثانوية العامة أو الفني بأنواع ونريع لي بيانات الطلب نضغط هنا update تم التحديث المرحلة تعليم تجاري ولذلك هنحذف اسم الصف والفصل خليك فاكر أن رقم الفصل هنا توزيع الطلبة على الفصول أما الأقسام أو التخصص من رقم الصف أدرجنا بيانات طلبة 341 علشان نضرب أمثلة ونفهم أكتر عن التوزيع لو عندي 10 طلاب أولى فني حسابات أكتب لهم هنا رقم الصف واحد ودي هي أرقام بسيطة للتوضيح والعشرة متوزعين على فصلين أولى أول وأولى تاني فأكتب هنا في رقم الفصل حسب كل طالب هل هو في أولى أول أو أولى تاني واحد أو اتنين وممكن تكون أسماء الطلبة بالترتيب أو بدون ترتيب هنا مثال بالترتيب الخمسة الأولى وبعدين الخمسة التانية كده مثال لتخصص فني حسابات سنة أولى وعندي فصلين في أولى تخصص فني حسابات والبرنامج هيوزحهم صح لإني موزحهم صح حسب المرحلة وعلشان كده لازم أعرف كل طالب صفه ورقمه كام وهو فين حسب الفصل وطبعا لو التخصص فصل واحد أكتب لكل الطلبة رقم الفصل واحد نوزع بنفس الخطوات كل الطلبة على كل التخصصات حسب رقم الصف ورقم الفصل لكل طالب طبعا حسب المرحلة المعدلة وتكمل وتكتب الصف والفصل للكل فنضغط هنا كتابة اسم الصف والفصل هنا تم توزيع الطلبة أولى أول خمسة وأولى تاني خمسة وتكمل بيانات أساسية لكل الطلبة بالضغط على double click لكل خلية القيد وبعدين الديانة موافق الجنسية وطبعا العنوان لما تكتب العنوان في البيانات الأساسية وبنفس الخطوات تتوزع كل الطلبة على كل التخصصات حسب رقم صف ورقم فصل لكل طالب وده طبعا حسب المرحلة المعدلة وتكتب الصف والفصل وتكمل بيانات أساسية لكل طالب اتبع الخطوات بالترتيب واختار مرحلتك الدراسية لو موجودة ابتدائي أو اعدادي أو تعليم أساسي ولو هي مش موجودة ضفها للبرنامج وعدل التخصصات والأقسام حسب مدرستك وبإذن الله نكمل شرحات باقي البرنامج بالفيديوهات القادمة مع أهم التقارير بالبرنامج والشرح بالتفصيل ياريت لو الفيديو عجبك مش تنسانا ولا تبخل علينا باللايك الجميل فضغط لايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس واختار الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنرفعه بقناة أبو يوسف للبرنامجات 2 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة